كل جيل له المميزات تبعته وإن كان في الطفولة أو المراهقة أو البلوغ أما المميزات النفسية في الجيل الثالث ممكن نحصرها في ثلاث محاور المحور الأول هو الماضي الشخصي للإنسان في هذه المرحلة من الحياة الشخص يبدأ يقيم حياته ويسأل حاله سؤال من الثانيين يلي هو هل حياتي كانت كفاية مثمرة لإلي أو هل حياتي كانت فاشلة لإلي ما قدرتش أحق ذاتي والوضع النفسي ممكن يكون متأثر كتير من الجواب أو من النتيجة اللي هو رح يوصلها المحور الثاني هو المحور الجسدي أنه الصحة النفسية في هالمرحلة متأترة كمان من عوامل جسمانية يلي بتدخل على حياة الإنسان اللي هي ما كانتش موجودة قبل زي مشاكل قلب ومشاكل في الحركة والمحور الثالث هو الدور الاجتماعي يلي المسن بشغله فهو بوصل لمرحلة بحياته اللي تقاعد من الشغل قدرته على العطاء خفت نتيجة لأمور جسمانية ممكن أو أشياء تاني فهو ممكن أو معرض أنه يبدأ يفكر أنه أنا بطل إلي دور في المجتمع بطل إلي أهمية بطل إلي احتياج خاصة بيجيل أكتر متأخر لما هو بالفعل ما بعدش يقدر يعني يسلك كفة قبل فممكن كمان يفوت لحالة إحباط حالة اكتئاب أنه أنا فيش بعد إلي إيمي ياريت أو موت شو بعدني عم بعمل هنا شو الفايدة تبعتي أنا عبق على العيلي عبق على الولاد ليش أنا موجود اشتركوا في القناة